هل من نصيحة للأخوات المسلمات التي يأتين إلى الحرم وهن كاشفات الوجه؟ النصيحة أن يتقين الله عز وجل وأن يسترن وجوههن لأن وجوه النساء عورة عند الرجال الأجانب عورة بل هي أشد الفتنة فتنة المرأة في وجهها فعليها أن تتقي الله وأن تستر وجهها ولا بأس أن تبدي عينها أو عينيها للنظر أما أن تكشف وجهها هذا حرام وإن قال من قال إن هذا مباح فالعبرة بالدليل ما هيب العبرة بأقوال الناس ولا يبري ذمتك يوم القيامة أمام الله قول فلان وفلا إن ما يبرئ ذمتك اتباع الدليل الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم نعم